السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وقضوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تنجو من كلام الناس نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم كتير من الناس حبيبي بيزعل ويد دايق وقد يصاب بحالة اكتئاب لما يلاقي الناس بتتكلم عنه كلام مش كويس أو بتطلع عليه إشعاعات أو بتتهم بما ليس فيه عايز أقول لكم حبيبي أن لم ينجو أحد من كلام الناس حتى الله فاطر السماوات والأرض الذي خلق الكون كله سبحانه وتعالى وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ومع ذلك احسبها كده الآن يعيشوا على الأرض سبعة مليار ونص إنسان منهم مليار ونص مسلم وستة مليار يكفرون بالله بل ويسبون الله عز وجل ليلى نهار ومع ذلك هو سبحانه وتعالى يرزقهم ويعافهم يا سبحان الله تخيل حضرتك كم من المواقع التي تسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم اللي يوم الإيامة كل الناس على وجه الأرض اللي مات واللي عايش كل الأجيال من لد آدم إلى قيام الساعة كلهم سيذهبون إلى النبي يطلبون منه الشفاعة في بدء الحساب هو ده المقام المحمود يحمده المؤمن والكافر على بدء الحساب شوف ديه هيحتاجوا للنبي ومع ذلك يسبونه في الدنيا عيازا بالله شوف كم من المواقع الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن والأئمة الأربعة والعلماء والدعاء إلى غير ذلك كم من الناس من يسب ليلة ظهار فلم ينجو أحد من ألسنة الناس ولذا قال جل وعلا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم سيد ولد آدم سيد الكون كله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول له جل وعلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون طفن العلاج يا ربي قال جل وعلا له فسبح طبعا الكلام مش للنبي بس صلى الله عليه وسلم كلام للنبي وللأمة فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو الموت يبقى ثلاث أنواع من العلاج وإحنا هنضفلوه من نوع رابع كده هقوله دلوقتي يبقى إذا ما حدش بينجو أبدا من كلام الناس شوف وحايز أقول نصيحة لإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي أي حد يتكلم عليكم أي حد يظلمكم أي حد يأكل حقوقكم أي حد يأمل فيكم أي حاجة فوضوا أمركم إلى الله وستروا العجب العجاب والله عن تجربة والله عن تجربة الإنسان لما بيظلم ممكن الشيطان يقول له رد الصعصعين أو اعمل أو سوي فالأفضل أنت تقول حسبي الله ونعم الوكيل والله لو واحد ظلمك وإنت عدت تخطط كده إزاي تردله الصعصعين أو إزاي أنت يعني تظلمه زي ما ظلمك والله مهما خططت ومهما فكرت ومهما فعلت فلا يمكن هتقدر تعمل فيه عشر معشار اللي ربنا هيعمله فيه عشان كده بقول لك قوله على طول في ساعتها اترق مش هقولك اترق حقك لو تقدر تكون حقك طبعا بالقضاء وبغير ذلك ماشي أنا ما بتكلم عن المظالم ما أحد ضربك واحد ساتبك واحد سبك واحد قال عنك كلام مش كويس قول حسبي الله ونعم الوكيل والله سترى عجائب قدرة الله في هذا الإنسان دي نصحتي يبقى إذن في البداية ليس هناك أحد ينجو من كلام الناس شفاديه والله لو صاحب الإنسان جبريلا لم يسلم الإنسان من قال ومن قيل قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل الكرآن ترتيلا قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل يبقى الله عز وجل لم يسلم من كلام الناس حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يسلم من كلام الناس فكيف بنا نحن نسلم من كلام الناس لا تشغل نفسك لكن هناك أربعة أشياء بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يكون علاج كيف تنجو من كلام الناس رقم واحد الاستعانة بالله وده بيبقى رقم واحد عندنا في كل حاجة في أي حاجة بنقول رقم واحد الاستعانة بالله إذا سألت فاسألي الله وإذا استعنت فاستعن بالله استعن بالله وأكثر من الدعاء أن يكفيك الله شر هؤلاء الأشرار أدي رقم واحد رقم اثنين قول المولى عز وجل فسبح بحمد ربك يعني تقول سبحان الله وبحمدي طب لو قلنا سبحان الله وبحمدي كل يوم مئة مرة إيه اللي يحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة وفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر زبد البحر حبيبي لما تيجي حضرتك أو حضرتك واقف على شاطئ البحر الموجة العالية لما تيجي وهي رجع بتمعامل رغاوي بيضة الرغاوي ديت بالمليارات لو كانت ذنوبك بالمليارات وقلت كل يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة تغفر ذنوبك ولو كانت بالمليارات إلا مظالم الناس المظالم لابد لها من التحلل من تلك المظلمة أنا بتكلم عن الذنوب اللي بينك وبين ربنا أو اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى شوفها ديه فربما ربما شوف أنا أقولك إيه ربما يصلط علينا عدو بسبب ذنوبنا فإن تبنا وعدنا إلى الله وكنا سبحان الله وبحمده كل يوم مئة مرة تغفر الذنوب التي من أجلها صلت علينا هذا العدو فإن تبنا إلى الله وغفر الله لنا الذنوب كفان شر هؤلاء العداد عشان كده قالك إيه فسبح بحمد ربك رقم ثلاثة وكن من الساجدين ليه لإن السجود كما قال عنه جل وعلا وسجد واقترب وزي ما كنت بقولك زمان تنزل تحت تطلع فوق النبي على السلام قال للصحابة إيه قال له فإنك لما بقول له سلني شيئا يا ربيع قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله والحديث روى المسلم قال أو غير ذلك مش عايز حاجة تانية قال هو ذاك يا رسول الله فقال له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة كلما تنزل تحت وكلما تطلع فوق بفضل الله سبحانه وتعالى لشان كده يعني النبي على السلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره من الدعاء فإنت لما تكون ساجد وتكتر من السجود فأنت بتكون في مرحلة قرب من الله واسجد إيه واقترب وإذا كنت قريبا من الله تفوز بمعية الله سبحانه وتعالى وإن كان الله معك فمن عليك ولا يهمك من البشر كله بقى بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى فسبح بحمد ربك قول سبحانه الله وبحمد كل يوم تمر وكن من الساجدين أكثر من السجود يعني أكثر من الصلاة تمام وآخر حاجة اللي هي رقم أربعة قال له وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني استمر على ذلك شو بقى ديه من الاستعانة بالله ومن سبحانه الله وبحمد كل يوم متمر ومن كثرة السجود استمر على ذلك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت يعني الحد آخر يوم في حياتك الله أكبر يبقى كيف تنجو من كلام الناس بأربعة أشياء الاستعانة بالله سبحان الله وبحمد كل يوم متمر كثرة السجود وأن نستمر على ذلك لآخر يوم في حياتنا أسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شر الأشرار وشر الفجار يا رب العالمين وأن يرزقنا وإياكم صحبة الصالحين وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته